بتجرى الحقيقة استعدادات ضخمة بالمترو والسكة الحديد لاستقبال شهر رمضان المبارك وتقديم خدمة مميزة للركاب خلال الشهر الكريم والعمل على تفادي أي مشكلة طول الشهر قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طول شهر رمضان الكريم عشان تستمر لحد الساعة 2 صباحا وبيتم إعلان حالة طول الشهر الكريم لمتابعة انتظام الحركة وحل أي مشكلات بتواجه التشغيل فيما تعلق بالخطوط خلال فترة الإفطار وعلى الجانب الآخر أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري خلال شهر رمضان المعظم عشان تتناسب مع مواعيد الإفطار تضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط القاهرة إسكندرية والقاهرة المنصورة والقاهرة إسماعيلية والعكس ترجمة نانسي قنقر